من عجائب الأمور أن يسعى البعض في جمع المال طلباً للسعادة فيشقى به ويصير عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم فحرم من السعادة الحريص على جمع المال القائم على حفظه فكأنه لذلك خادمه وعبده فمن تعاسته أن يشقى في جمعه ثم يتركه للورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر ومن تعاسته أن ينشغل بجمعه عن أهله وأولاده فلا يجلس معهم ولا يسمع منهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإنما يجمع المال لرعاية الأهل وصلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل الحديث ومن تعاسته أن يحمله الجشع على أن يجمعه من الحرام فيكون زاده إلى النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولابه ومن عبوديته للمال أن يحمله المال على أن يستبيح به المحرمات كفعل الفواحش وشرب المسكرات وينسى أنه سيحاسب يوم القيامة على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لكن المؤمن الصادق الذي يجمع المال من الحلال ويصل به رحمه وينفقه في وجوه البر يكون المال خادما له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر